الثقة والقبول يحتاج أنك تتق فيه وتقبله كما هو أتق فيك إياك تجسس على ابنك وتقول لي أنا خايف عليك أنا واتق فيك أفضل رسالة تنمي المحفز داخلي أو الرقابة الذاتية عند الطفل هو تقول لي أنا واتق فيك واتق في أخلاقك ماشي أنا خايف عليك أنا خايف عليك ليست محفزة أنا واتق فيك محفزة يطلع فيها الحياة ويطلع فيها وذكروا الله كذكركم وأبائكم يعني أبي واتق فيه يعني يصعب عليه نعمل شيء أبويا لا يرضيه أو أنا إبن فلان إبن فلان لا يعمل هذا الشيء وهذا محفز مقبول محفز مقبول لا تعتقدون أن الإنسان يترك العمل أو يعمل العمل من أجل المحفز خارجها أيضا مقبول النفس اللهم ترك أعمال من أجل الناس لولا أن قومك حديث عادين بالجاهلية لأمرت بهدم الكعب وعدت بنائها لولا أن لولا أنني خفت وأن يقال أن محمد يقتل أصحاب لقتلت المنافقين لماذا لا تقتلهم؟ أخاف الناس يقول أنه يقتل أصحابه مع أن أحيانا ممكن العمل نتركه من أجل الناس وغير ذلك هذا محفز داخل الحياة أيضا الحياة من الله الحياة من البشر وغيرها إذن تقى وقبول البنات يحتاجون مزيد من الحب والتقدير لشخصها البنت لذاتها البنت الإنجازات والأعمال رقم اثنين في الأهمية إذن أنا أقدر وأحبك لذاتك أنا فخور بك حبيبتي البنت لذاتها بدون إنجازات إذا جاء الإنجاز يسمى شيء تانوي إضافي الإنصات اللي ما تشعر به البنت لازم تنصت لها يوميا ولازم البنت قبل ما تنام قبل ما تنام البنت لازم على الأقل ثلاث دقائق أسمع البنتي ما الذي ضايقك اليوم؟ ما الذي أسعدك اليوم؟ خليها تفضفض البنت إذا ما وجدت إنصات تبحث عن ما ينصت لها فعندي مبدأ قديم كتبته وفي بعض الإخوار صمموه أو أخوات ما أذكر منه أنصتوا لبناتكم فإن التعالب من البشر يبحثن عن من لا أذن لها يعني أي ابنت ما عندها أذن ينصت لها تبحث عن من ينصت له التعالب من البشر يبحثون عن هؤلاء مثل مرة واحدة تصلت بالمنطقة الشرقية في السعودية دكتورة أنا اكتشفت مصيبة مصيبة اكتشفت بنتي تكلم أولاد لا ولد ولا ولد قالت يا ريت ولد أولاد لأن الحمد لله أنهم أولاد وليسوا ولد الولد واحد لي خطير أولاد الحمد لله أنهم أولاد ليسوا ولد لماذا؟ لأن ولد واحد ممكن تتعلق به وممكن يخذعها وممكن كذا بينما أولاد تعني البنت تريد أحد ينصت لها وعندها قائمة تصلت بالأول مشغول قتلي مع السلامة بحث على غيرك شنو الحل؟ حال تنصتين أنت وأبوها ماشي لحال تأخذينها التليفون وتضربينها إذا ضربتها تبحث أي شيء انصتوا لأبناتكم البنات تحتاج إنصات لا سيما قبيل النوم قبيل النوم الفخر بشخصياتهن ومدحين تفتخر بشخصياتها وتمدحها باستمرار الدعم المستمر والاستعداد للتفاهم ندعم بناتنا مثل الأولاد ندعمهم باستمرار ونشجعهم لكن البنت دائما أنا مستعد أتفهمك أنا مستعد أفهمك أنا أنصت لك حتى لو قالت بنتك عملت شيء خطأ دائما تفاهمها لا تدقنا قص الخطر لو قالتك أنا عملت شيء غلط أبدا أنا أتفهم البنت تحتاج إلى رعاية وصدقة رعاية في ممنوعات مرة كنت في حوار مع ماشي حوار يعني برنامج أنا واحد فكان واحد يتكلم وعنده طلاقة وعنده قدرة على توظيف الترات الشعبي أكثر مني ومشاف سياق البنات أولاد البنات 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 مسكينة الساعة تمنى تكون في البيت والأولاد حر وطلع والولد عيبه فيه وكذا وعنده هذا الأمثلة الشعبية وماشي وأنا لا أستطيع أن أجاريه في الطريقة اللي هو ماشي فيه فاتذكت رياضة الأيكيدو أحدكم يعرف رياضة الأيكيدو رياضة الأيكيدو هي كيف أنت تواجه الخصن بقوته فقلت أنا لا أستطيع أجاريه في السياق اللي هو ماشي فيه لكن كيف أوضف الأيكيدو في الرد عليه وهو بيّن أن المرأة المسكينة مسكينة ممنوعة وما تخرج الساعة تمنى يخص تكون في البيت وكذا والأولاد عاطين الحرية وكذا بمعنى أننا نحن ظالمين المرأة فجسي يا كتر نعم مثل ما قال فلان المرأة 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 ولذلك النتيجة كالتالي كلية الطب 2025 ما تفقوا فيها تشوفوا تولد ولذلك البيوت قائمة النساء ولذلك المتفوقات أغلبهم نساء وإذا جاءوا من التفوق من المتفوقين تجدون 200 بنت معاولد واحد ولذلك المبدعين والمبدعين كذا نساء وذلك المرأة أخذت كل شيء لماذا؟ لأن البنت اللي احنا نقول لها تمن يخص تكوني في البيت وعامل لها الرعاية هي اللي تفوقت والولاد اللي عاطينه وهذا الانفلات الحرية هو اللي الآن مذمن المخدرات والإجرام وكذا وكذا وغيرا من الأمور ولذلك نحن في العالم العربي نحسن تربية الأبناء ولا نعلم تربية البنات واحدة من الأشياء اللي نتجعنا نحسن أننا عنا الرعاية البنت نحميها خايفين عليها وهذا جزء من التربية الرعاية مهمة وكذا وذلك البنات متفوقات البنات في كل شيء تدينا أخلاقا دراسة حتى مسؤولية الأسرة كل بيت مسؤوليته على المرأة تدريس الأبناء متابعة الأبناء في المدرسة اشتراح احتياجات البيت كل قائمة على المرأة السؤال الرجل أين لا يستطيع القيام بها لم يتربع عليها وبتالي الرعاية مهمة الرعاية هي الحماية إذن أول شيء أحمي بنتي أكتر ثم أصادقها يعني أرعاها وأصادقها الرعاية مثل ما قلت هو المنع المنع من أشياء وهذا المنع بين قوسين في يوم الأيام سيدرك الأبناء أن الرعاية أو الحماية لمصلحتنا وأنها ليست ضدنا إلى غير ذلك نحتاج للفهم والتفاهم من احتياجات بناتنا بناتنا عندهم احتياجات الفرق بين احتياجات الأولاد والبنات أن الولد عموما احتياجاته عنده قدرة دكاء عند الرجال أكتر من النساء في إشباع الاحتياجات النساء عندهم دكاءات كثيرة أكتر من الرجل ولكن الرجال عندهم دكاء في إشباع الاحتياجات أكتر من النساء وذلك نسبة المكتائبين كل أربع مكتائبين ثلاثة نساء مقابل رجل واحد لماذا الرجال لا يكتائبون؟ لأنه عندهم طرق يطلعوا التوتر في حياتهم المرأة ما عنده طرق المرأة أحيانا أحسن طريقة للتخلص من التوتر زوجها يحبها ويقدرها ويجلس معها ويجيب لها هدية يا أختي التوتر طلعيه بنفسك ما تنتظرش شي واحد يتشاجع الرجال ما تراجل متوق أنا حتى الزوج تتخلص من التوتر لا كل رجال عندهم طرقهم كذلك الأولاد البنات لا نحتاج نفهم احتياجاتهم أكتر ونحاول إشباع على الاحتياجات البنت هذه احتياجات البنات والأولاد والفرق بينهما نفس الشيء أبنائكم هذية من الله إذا ركلتم الهدية شتمتم الهدية صارختم في الهدية إذا غضبتم أو ما عجبتكم كأنه يا ربي الهدية يعطيتني لم تعجب لي استغفر الله تفكروا هذه هدية الله الولد يكسر يلعب الكرة في البيت يرش الماء يصب العاصر على السجاد إلى غير ذلك هو هدية من الله هذه هدية الله الهدية نتقبلها كما هي هي هدية الله إلينا هدية الله لا حد يشتارت يا ربي أنا كنت انتمنى تعطيني شهادية بالمواصفة قال لي أعطاك الله أحمد ربك واشكره عليها